أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف حى بعث عدد من الأسئلة يقول في أولها قبل مدة أدخلت المستشفى وأجريت لي عملية جراحية جلست في المستشفى مدة ثم خرجت لم أكن أصلي في المستشفى ولا في البيت فماذا يجب علي؟ وإذا كان يجب علي القضاء فهل يجوز لي أن أصليها في أوقات النهي التي لا تجوز فيها الصلاة؟ قد أخطأت في تركك الصلاة نعوه بالله في مدة المرض وبقائك في المستشفى أو في البيت لأن الصلاة لا تسقط بحال بل يصلي المسلم على حسب حاله المريض يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا وإن لم يستطع فعلى جب ويومئ بالركوع والسجود الصلاة لا تسقط بحال فأنت أخطأت في تركك الصلاة وعليك قضاؤها مرتبة بداية من أول صلاة إلى آخر صلاة مع الترتيب وتصليها في الحال وليس للقضاء وقت معين بل كل ما أمكنك المبادرة فعليك أن تقضي الصلاة وليس في حقك وقتناهي في هذه الحالة نعم